أعلن نادي القضاء اليمني ومقره في صنعاء رفضه القاطع لانقلاب ميليشيا الحوثي على القضاء اليمني ومحاولتها إعادة نظام الإمامة البائد عبر بوابة القضاء جاء ذلك في بيان أدان مشروع التعديلات التي طرحتها الميليشيا الإرهابية في برلمانها غير الشرعي في خطوة تهدف إلى سحق العدالة والعودة باليمن إلى العصور المظلمة قال البيان إن الجماعة الحوثية القابضة على صنعاء لا تمثل إرادة الشعب اليمني وأن ما قامت به يمثل انقلابا على حجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية التي تحققت بعد ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ووصف نادي القضاء مشروع قانون الحوثيين بالمذبحة القضائية والانقلاب الكامل على العدالة مؤكدا أن القانون الحوثي محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة أكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر